واحد من اهم المهام اللي انت بتقوم بها على الكمبيوتر بتاعك او يعني اسناء استخدام الوندوز هي طبعا ان انت تامل او تامل ازالة تثبيت يعني لبرنامج من البرامج اللي موجود عندك على الوندوز انا يعني واحد زي زي كل الناس طبعا كنا بنيجي يعني نمسح اي برنامج من عندنا فتخش طبعا بالطريقة التقليدية تخش على الضابط تجيب البرامج بتاعتك اعمل انسطول للبرنامج يا معلم وكفى الله بالسر عليه طبعا هو البرنمج فعلا يعني بيتمسحوا كل حاجة بس المشكلة جماعة ان الطريقة ديت مش صح السبب لان هي البرامج دي لم تتمسح بتتمسحش كده انت كده ما مسحتاش من جزورها لأ البرامج دي بتسيب وراها زي مخلفات كده او ملفات كده يعني كاشات او ملفات بتبقى يعني برنمج بقى مع التاني مع التات مع الرابع بتلاقي الونز عندك تقل ده غير المساحة اللي بتتمال عندك من السي بسبب ان البرامج دي احنا لابا بنمسحها بالطريقة دي هي كده بتتمسحش بشكل كامل فيعني ظهرت الحاجة او يعني ايه لان عرفنا بقى ان فيه برامج تانية او فيه طرق تانية ممكن من خلالها وديه طرق بتبقى افضل بصراحة ممكن من خلالها بقى ان انت تمسح البرامج دي بشكل نهائي من جزرها انت ما بتعمل انستول لبرنامج فانت حرفيا بتمسحه كله بكل الملفات اللي كان بقى نزل بيها او كل حاجة سابها وراها فالبرنامج بقى كأنه ما كانش موجود قبل كده ايه البرامج دي او ايه هو يعني واحد من اجمل البرامج دي ايه هو هو طبعا البرنامج ريفو انستولر ده هيبقى موضوع حاجة الارضة ان شاء الله هنشوف هنزلل مع بعض ازاي وازاي نعمل انستول لبرنامج من عندنا يعني هنعمل تجربة يعني على برنامج من البرامج اللي موجودة عندنا كل ده واكتر في حاجة الارضة ان شاء الله بس اكيد لو انت متم ما تبخلش عليها بلايك كومنت جميع زيك كده اشترك في القناة لو انت مش مشترك فعل زر الجرس ويعلا بينا على الشرح يشابه ايه طب يا جماعة انا جاية طوله بعد الانترو كالعادة نخش عطل في موضوع الحالة طيب بص عشان مفتاح عندكم اي براوزر مسلا انا هفتح الفيرفوكس وهتيجي عندك في جوجل وتكتب كده ريفو انستولر هتخش على ونتيجة بحس وهتقول له هنا كده وهتقول له هنا اختار دي بلاش بورتابول دي هتخليك فيه دونلود هيبدأ طبعا يتحمل معك بشكل تلقائي هو امسحته ستة ميجابايت وشويه هو بعد ما ينزل معنا اقول له هنا كده ويبدأ نسطبه بشكل عادي جدا زي 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 اي برنامج تصيب عادي خالص باك هتقول له هنا هيبدأ يفتح معك هنا البرنامج وهيجيب لك هنا بقى طبعا كل البرامج اللي موجودة عندك على الكمبيوتر بتاعك او على الجهاز بتاعك يعني طيب احنا مثلا هنفترض ان عايز امسح برنامج اوبرا جي اكس او البراوزر بتاع اوبرا جي اكس طبعا انا اه همسحه معاكم بس هرجع ستابه تاني المصراحة باوزر ده ممتاز يا جماعة انا كنت اتكلمت عنه وعملت عنه حلقة يعني هزلكو في الاي الفوق ديت لو حد حاب يجرب براوزر ده نصيحة شوفوه باوزر ده محترم. انا بس باشيله عشان يعني اجرب معاكم بس الطريقة. هنا ما هرجع سبته اتاني. طيب انا انا بمجال طبعا ما جيت في البحث فوق هنا كده وكتبت اوبرا او يعني اول اربع حروف بس من اسم البرنامج يعني فاجاب لي البرنامج جوة. طيب هفعل برنامج هنا كده وكليت كلمين عليه باك اقول له انستول وهاجي هنا اشيل علامة الصح من جب الكلمة بتاعت اللي هي ميك اسيست من ديت وقول له كده كنتونيو. بقى هنا هيعلم عليها دليت ماي اوبرا يوزر داتا انستول. اقول له هنا كده يس. تمام يفتح صفحة دي معلنا منها. طيب هنا بقى مايجي لك هنا كده او لو هو معللم لك اي حاجة تانية خلانتها وقول له هنا كده اسكان. تمام? هيجي لك طبعا معلم لك على كل الحاجات دي. يقول له هنا كده. قول له يس. هنا جماعة بقى بنمسح كل الملفات او اي حاجة لها علاقة بالبراوزر ده او اي بدنامج عاماتنا بجيب امسحه بعمل فيه نفس الخطوات دي. هكذا قول له هنا برضو كده يعني الصراحة دي كبه موجودة يعني بصوا كده انا شلتها كده علمتها تاني. هتقول له بقى هنا ديليت. قول له هنا كده يس. فهو هنا كده بيمسح لك اي حاجة لها علاقة بالبرنامج جماعة. فبصراحة برنامج ده تحفة جدا وجميل جدا. ما تنسحوش بقى بالطريقة التقليدية. خليكم في البرنامج ده. امسحوا به اي برنامج اي برامج انتو عايزين تمسحوها. فبس شراب داك موضوع حياتي النهاردة. كالعادل اصفات مني حاجة ما تنخلش عليا باللايك كومنت جيميل زي كده اشراك في القناة وانت مش مشترك. فهزور الجرس وبس كده يا شباب. سلام.